وتنضم إلينا الآن القاهرة السيدة أسماء الحسينية الكاتبة الصحفية المختصة بشؤون الإفريقية أهلا بك معنا سيدة أسماء بداية كيف تعليقين على هذا الحادث الذي استهدف سباحا اليوم رئيس الوزراء أبي أحمد الأيثيوبي أهلا وسهلا بالطبع هذا التفجير هو حادث مؤسف نتج عنه سقوط عدد كبير من الجرحة والمصابين بالإضافة إلى قتيل ويبدو أنه رسالة تحذير وإنزار ربما رسالة تخويف لرئيس الوزراء الأيثيوبي الجديد أبي أحمد الذي تمكن في فترة وجيزة جدا ثلاثة أشهر فقط منذ توليه الحكم وحتى الآن أطلق خلالها مبادرات داخلية وخارجية واقترب من ملفات شائكة لم يكن يقترب منها أحد من المسؤولين من قبله وبالطبع هذه الملفات أسارت مخاوف من أطراف داخلية وربما أطراف إقليمية أيضا سيدة أسماء فعلا أبي أحمد استلم منصبه يوم 27 من مارس الماضي لم يمرتلت شهور على استلامه لمهامه وتطرق إلى ملفات حساسة وهنا الحديث عن القرن الإفريقي على إيريترية وأيضا الحديث على زيارته مؤخرا إلى مصر لأجل ملف سد النهضة من هي ربما الجهة المستفيدة من هذه المحاولة الإغتيال؟ نعم هو أقدم داخليا على تغييرات مست الحرس القديم أقال رئيس المخابرات وأيضا قائد الجيش وهما كان عضوين قياديين استمروا في منصبهما لمدة عقدين من الزمان هناك أيضا مخاوف ربما من جهات أصحاب مصالح ونفوذ من السياسة الإصلاحية التي ينتهجها وإصلاحات ومحاربة للفساد ملف العلاقة مع إيريترية هو ملف شائك بالفعل وربما أثار مخاوف لدى قطاعات في داخل الحزب الحاكم وأيضا سكان منطقة باديمي المسلس الحدودي المتنازع عليه مع إيريترية وأي مصلحة مع إيريترية تعني إعادة هذا الملف أو تسليمه لإيريترية وكانت هناك احتجاجات في داخل هذا المسلس الحدودي مؤخرا وكان من المقرر أن يزور هذه المنطقة رئيس الوزراء الإسيوبي أيضا تحركاته في الإقليم هي تسير مخاوف إقليمية هناك انفتاح على مصر على دول جوارو إيريترية والصومال وأغندا وهناك تقارب مع أيضا دولة الإمارات التي وعدت بسلاسة مليارات دولارات كاستثمارات وفقا لتصرحات المسؤولين الإثيوبيين من هي الجهة المسؤولة سيدة اسمه على هذا الإغتيال ربما طبعا التحقيقات التي تجري الآن وقد تم القبض على سلاسة أشخاص هي التي ستظهر من هي الجهة لكن أعتقد أن هذه السياسات الجريئة الإصلاحية التي تحارب الفساد والتي تنتهج نهجا إصلاحيا ستجمع أعداء كثيرين في الداخل والخارج لرئيس الوزراء الإسيوبي الجديد ولكنها أيضا تكسبه أنصار كثيرون ستحقق لهم العدالة الاجتماعية ومشاركة أوسع في السلطة والسروة داخل إسيوبيا وأيضا أنصار في الإقليم الذي ينتهج نحو سياسة تنحو للسلام والمصالحة والتعاون بين الشعوب كل الشكر لك من القاهرة كنت معنا ضيفة سيدة أسماء الحسيني الكاتبة الصعفية المختصة بشؤون الإفريقية بجريدة الأهرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر